مع الانخفاض الكبير في أعداد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا تدخل غالبية الدول الأوروبية أسبوعا حاسما تبدأ فيه مراحل رفع تدابير الحجر الصحي المفروضة للحد من انتشار الوباء وعلى الرغم من التحفظات التي أبدتها منظمة الصحة العالمية حيال فكرة إصدار جوازات مرور مناعية لمواكبة رفع إجراءات العزل تبدأ إيطاليا وهي ثاني الدول تضررا من الفيروس الأسبوع المقبلة تخفيف من إجراءات الوقاية الصحية بالتزامن مع استعدادها لحملة اختبارات للأجسام المضادة على 150 ألف شخص رئيس الوزراء الإيطالي جوزي بي كونتي أعلن بدوره تمديد إغلاق المدارس حتى إلول المقبل لعدم تعريض صحة الأطفال لعدوى الإصابة بفيروس كورونا لكنه أكد أن الحكومة تعمل لوضع خطة ستعلن الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لرفع تدابير العزل واستئناف النشاطات الصناعية اعتبارا من الرابع من أيار المقبل شريطة تطبيق المؤسسات بروتوكولات السلامة بصرامة كالتباعد الاجتماعي أو وضع الكمامات أما في إسبانيا وهي ثالث دولة في قائمة الأكثر تضررا من كورونا في العالم فسيقدم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الثلاثاء القادم خطته الموسعة للخروج من الإغلاق يرجح تنفيذها في النصف الثاني من شهر أيار وبمجبها سيسمح للأطفال بالخروج من منازلهم للمرة الأولى منذ ستة أسابيع بمرافقة شخص بالغ ولمدة ساعة واحدة فقط وبالنسبة لفرنسا فقد تم تحديد سبع عشرة أولوية سيكشف عنها رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب الثلاثاء أمام البرلمان لإخراج البلاد تدريجيا من حالة الإغلاق اعتبارا من الحادي عشر من شهر أيار المقبل بينها إعادة فتح المدارس واستئناف عمل الشركات وعودة حركة وسائل النقل العام إلى طبيعتها وتوفير كمامات ومعقمات ودعم كبار السن ترجمة نانسي قنقر